قال سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر قاب 27 للمناخ إنه خلال ترأس مصر لمؤتمر الأطراف استطاعت تحقيق إنجاز كبير في ملف الانتقال من الوعود ووضع القواعد والالتزامات للتنفيذ وأضاف شكري في كلمته خلال تسليم رئاسة مؤتمر المناخ إلى سلطان الجابر رئيس الدورة الحالية بالإمارات أن إنشاء صندوق الخصائر والأضرار واعتماد برامج تخفيف الأضرار يعد إنجازا كبيرا حققته مؤتمر قاب 27 تنفيذ لم لكن مجرد شعار وإنما طلب جاء في حينه للانتقال من وضع القواعد والالتزامات للتركيز الفعلي على التنفيذ الملموس للالتزامات على أرض الواقع وهي دعوة استجبنا لها معنا وذلك عن طريق إنشاء صندوق الخصائر والأضرار والبدء ببرنامج عمل الانتقال العدل والاتفاق على برنامج عمل التخفيف ولذلك أبدأنا التزاما راسخا للنهوض بالعمل المناخي خلال هذا العقد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر